اشتركوا في القناة ما زلزل المسؤولون الجزائري المعصرين أن الصحراء الشرقية جنوب غرب الجزائر الحالية والممتدة من القناتسا وبشار وحتى تندوف أرضا مغربية وقعت أنها تستند إلى وثائق على الصحراء من دول أوروبية ويندرجوا هذا التصريح من مسؤولة مغربية في سياق التصعيد الخطيلة لدشنة الجزائر منذ سنوات وبدعم فرنسي ضد المصالح المغربية ونؤكد أن الحقيقة التاريخية تقول أن الحدود الموروثة عن الاحتلال الفرنسي تم اقتطاع جزء منها تنتمي للتراب المغربي وإلحقه بالجزائر التي كانت لا تزال تحت حكم باريس اقتطاع هذه المناطق الصحراوية تم بالقوة من طرف الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر في العام 1962 والتي تعتبر تلك الأراضي جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي كانت خاضعة للنفوذ السلطاني ويدفع سكانها الجبايات ويحدون لدى كل السلاطين طوال القرون التي أعقبت إقامة الدولة المرابطية بالعناية المركزية خصوصا وأن الوثائق الكثير المتوفرة لا تعتبر محطة نقاش أو نزاع الوثائق الممضات قبل سنة 1880 سواء من طرف الفرنسيين أو الإسبان كانت تتعامل مع المغرب على أساس النتوات وقرارا وتلكلت في مناطق مغربية لم يبسط الفرنسيون سيطر سوهم العزكرية الشاملة على الصحراء الشرقية إلا في العام 1929 تاريخ وصول الجيس الفرنسي إلى تيندوف مديرة الوثائق الملكية بهجة سيمو وخلال مشاركتها في ملتقى وكلة المغرب العربي للأنباء لمناقشة قبل أيام لمناقشة موضوع الوثائق الملكية مؤسسة في خدمة تاريخ المغرب أكدت بحقية المملكة في الصحراء الشرقية التي تعتبرها الجزائر تعسفا عمقها الجغرافي إذن فلنستمع لهذه المسؤولة المغربية والتفاعل الذي رافق تصريحتها من طرف الجزائريين اعتد وبرهان لا غبار عليه بالنسبة للوثائق المتعلقة بقضية الصحراء هي متوفرة جدا 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 في المغرب وحينما أقول الصحراء نبا الصحراء بين مزدوجتين الغربية والشرقية أيضا فالصحراء متوفرة لدينا وحينما أقول الوثائق المتعلقة بالصحراء ليست الوثائق فقط للمرسلات أو الضهائر أو البيعات هناك خرائط تبين كيف تطورت الحدود وهو رصيد جد هام حصلنا عليه من رصيد المأزوزي الذي كان متكلفا بهذا الأمر هناك ومن بعد دول أخرى أيضا شهد شاهدون من أهلها وهناك بعض الرسوم للحدود وهناك الاتفاقيات وهناك الرسائل متبادلة منذ العصر الوسيط إلى اليوم على قضية الصحراء قضية الصحراء مغربية من خلال وثائقنا ممارسة السيادة المغربية في أقالم صحراوية عبر العصور من خلال استمرارية بيعات القبائل الصحراوية للصلاة والملوك العلوين تعيين بموجب ضهائر شريفة العمال والقواد والقضاة في مختلف الأقالم الصحراوية إدماج العناصر الصحراوية في الجند والركب السلطاني ومشاركتها في تنظيم الحركات وضع جهاز خاص للتواصل بين الحكم المركزي والأقالم الصحراوية من خلال النظام الرقاصة تنظيم التجارة بالأقالم الصحراوية من خلال إصدار دهائر شريفة مشاركة القبائل الصحراوية في الحركات ورفع التقارير حولها أيضا جبيل جيبيات والمكس ثم حرصة السواحل وإقامة العسات والمراسل أليست هذه السيادة ممارسة عبر العصور على الأقالم الصحراوية فهي أقالمنا وقد مرصت السيادة بموجب الحكم المركزي بشكل لا يختلف عن الأقالم الأخرى نعود وكرد فعل جزائري هجمت الصحافة والمسؤولون الجزائري والمغرب بعد تلك التصريحات كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هناك في الجزائر الهاشتاغ يقول حب يكلنا يريدون أكلنا يقصد المغاربة وبعد تصريحات بهجة سيمو شنت الآلة الإعلامية للمؤسسة العزكرية بالجزائر هجوما على هذه المديرة بهجة سيمو ليظهروا أنهم يتعرضون لمؤامرة وإظهار أن المغرب يشكل خطر على وحدة بلادهم وسلامتهم أمام الرأي العام المحلي وهذا المنح لمسناه في عدة مناسبات الغاية من إلهاء الشعب الجزائري عن مشاكله ورغم أن إخضاع فرنسا للمغرب عبر معاهدة الحماية جعلت الحدود بين الأراضي المغربية والجزائرية غامضة خاصة أن اتفاقية للمغنية التي وقعها المغرب بعد هزيمته أمام فرنسا في معركة إيسلي 1844 لم توضح الحدود بين المغرب والجزائر المحتلة من طرف فرنسا آنذاك واقتصر ذلك التحديد على المسافة بين ساحل السعيدية وفيكيك وما يثبت هذا هو الوثائق المتوفرة التي يمكن اضطراع عليها ولا تشمل المراسلات والبيعات فقط وإنما تضم عدد من الخرائط والاتفاقيات ورسومات الحدود منذ العصور الماضية وإلى اليوم كما تقول بيجا سيمو سيمو ليست الأولى التي طرحت هذا الموضوع بل طالب به حميد شباط عندما كان أمينا عاما لحزب الاستقلال مع قادة الحزب باسترجاع مناطق الصحراء الشرقية حتى أن الحزب ندم مسيرة في العام 2016 بالرباط رفعت خلالها شعارات تطالب الجزائر بتمكن المملكة من استعادة تيندوف وغلون بشار والقناتسا وحاسي بيضا وتيدقلت وها هو شباط يتحدث عن هذا الأمر ونستمع لا زالت أراضي أخرى مستعمرة من طرف الجزائر لأننا نعتبر أن الجارة الجزائر هي دولة مستعمرة للصحراء الشرقية تندوف كلهم بشار قناتسا ودكلت لم يكن ذلك كافيا والوقفة الاحتجاجية التي كانت لنا المطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية في وجدها وفي الحدود المغربية الجزائرية ونحن لا نعترف بتلك الحدود لأن الحدود الحقيقية يعرفها المستعمر الفرنسي حركة وطنية المغاربة قاموا بضور أساسي من أجل تحرير الجارة الجزائر الوطنيين تاققوا في الجارة الجزائر واخدوا استقلال غير كامل بيدعواء أنه لما تتم استقلال الجزائر يجلسوا إلى طاولة الحوار كإخوة كأشقاء تجمعون رواب التاريخية يجمعون الدين تجمعون اللغة يجمعون كل شيء ولكن كان نقران القادة الجزائريين في إطار تقي شراب الأحسنة إليه وحدث ما حدث في حرب الرمال 63 والمغرب رغم أنه دخل إلى أقاليمه ولكن تراجع من بعد لنظر التدخلات لبعض الأستيقائية إذن خياراتنا موجودة في تندوف وللتذكير فتوجد هيئة وطنية تأسست في العام 1978 تحسى مسمى الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المتصبة تطالب باستعادة الصحراء الشرقية ومنها أعضاء ينتمون إلى حزب الاستقلال المعروف أن المغرب يواجه سراعا إقليميا مع الجزائر بسبب قضية الصحراء وبدعمها الانفصاليين بوليزاريو وتحاول من خلاله منع المغرب من الاقتراب من ملف الصحراء الشرقية وهذا ما تريده إلى اللقاء